اشتركوا في القناة لا تخلنا موسوعة جنس في انتاج الامح ولا قدرنا نسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك مثلا في اللحوم ولا وفرنا الاعلاف لقطاع الدواجن اللي الناس اتخرب بيوتها ابدا احنا مبارح قدام عبدالفتاح السيسي في الحفل المهيب اللي حضره السادة الوزراء تم الاعلان عن دخول موسوعة جنس وتحطيم الرقم القياسي باكبر مزرعة نخل او بلح في العالم اقام الاخر احنا مبارح دخلنا موسوعة جنس للبلح او الله تحس ان الخبر ده مناسب لكل الانجازات اللي تتعامل في البلد احنا دخلنا موسوعة جنس للبلح للولا حاجة للمفيش للفنكوش وبالمناسبة احنا مش محتاجين نخش موسوعة جنس للبلح احنا الدولة رقم واحد في العالم في انتاج الطمور احنا لوحدنا مصر بتنتج ربع انتاج العالم او اكتر من عشرين في المية او انا اسف بتنتج ربع انتاج العالم ايوا ايوا من انتاج البلح في العالم اه سنويا يعني احنا البلد رقم واحد في الجودة في انتاج الطمور واقول لحضراتكم بعض النتائج عندنا اكتر من خمستاشر مليون نخلة الواد الجديد رقم واحد اكتر من تلاتة ونص الى اربعة مليون نخلة بيجي بعدها اسوان اكتر من اتنين مليون نخلة اجمال المساحة المزوعة بالنخل في بلدنا اكتر من مية وخمسة الف فدان اكتر من مية وخمسة الف فدان بنساهم باكتر من عشرين في المية عشرين في المية من عشرين لخمسة وعشرين في المية من إنتاج العالم كله في البلح وإحنا رقم واحد في الإنتاج لكن مصيبة السودة بقى رغم أننا رقم واحد في العالم وبننتج 20% من إنتاجه إلا أن إحنا بنصدر فقط 4% من تصدير في العالم لأن إحنا بنصدر 50 ألف فقط 50 ألف طن من كل ملايين الأطمام اللي بتنتج سنويا لكن حكومة مهتمة بإيه حكومة مهتمة بتحطيم الأرقام القياسية مبارح في وجود السيسي قال لك جبنا منذوبة جينس عشان تطلع تحتافل مع عبدالفتاح السيسي بأكبر مزرعة ناخ أكبر بلحة في البلد دي مش أول مرة كان عندنا الخبر ده في أكتوبر اللي فات وقال لك محافظ الوقت الجديد يشهد توصيق أطول سلسلة طمور في العالم بحضور مسؤولي جينس ده في أكتوبر 2022 وده طبعا كان الاحتفال اللي عمله سيادته ومحافظ الوادي الجديد بدخول مصر موسوعة جينس الخبر اللي بعده كان من مارس اللي قابله دي طبعا صور موسوعة جينس وده البلح اللي احنا دخلنا يعني ده الإنجاز من وجهة نظر الحكومة والسادة المسؤولين في البلح دي دي بقى الخبر اللي بعده خبر اللي بعده بيقولك آه آه خبر ده من 2017 مصر تسعى لدخول موسوعة جينس بسلسلة طمور طولها خمسة كيلو متر هي الناس دي مهووسة بايه؟ يا اخوانا احنا عندنا انتاج كلمني عن كيف يصدر انتاج بلدنا كيف نستفيد من اكتر من خمستاشر مليون نخلة كيف نعظم التصدير بدل ما كنا رقم واحد على مستوى العالم في الانتاج احنا رقم تمانية على مستوى العالم في التصدير احنا بنصدر فقط اربعة في المية من انتاجنا اربعة في المية والباقي اما بيترامى او بيبوز رغم كلام الحكومة بتقولك عندنا مهرجان اللي التمور وفرصة اللي مش عارف تعظيم القيمة المضافة والاستفادة من ثلاثة مليون شجر نفس الحكومة كمان اهه سايبة اسوان اللي تعتبر مملكة النخيل واللي بتتربع على عرش التمور النهاردة اما للإهمال او عدم وجود مصانع ومنافذ تصدير او سايبة الناخل والشجر زي ما بيقول اهالي اسوان بلا مبيدات وبلا مياه خليك يا اسمح هذا الفيديو الاحد اهالي اسوان اللي بيتكلمنا عن ازاي اسوان رائضة في انتاج البلح ورغم كده الحكومة او بلدنا ما بتستفيدش منها اي حاجة نتعلم طبعا عندنا هنا النخيل في منطقة النوبع واسوان عموما فيها صلالات مميزة زي صلالات الخيول كده مثلا زي نخيل السكوتي والبرتمودة والجنديلة والمركابة الى جانب الاصناف تانية زي الشامية والاصناف دي وفي اصناف تانية دلوقت ما شاء الله هابتدت حاجة رغم ان الحكومة قالت انها عملت نجلس اعلى للطمور اهو وبرئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية وزير مش عارف الزراعة وعضوية مين الا ان هذا المجلس لحد النهاردة مجرد حبرة على ورق الناس دي بتقبط فلوس الناس دي بتاخد ملايين سنويا وسايبين مزارع الطمور زي ما حضراتكم شايفين كده صعوبات كتيرة بتقابل موسم حصاد البلح في البلد احنا قادرين نحنا نغزو سوق البلح في العالم او سوق الطمور مش موسوعة جنس بقى ومجرد شهادة بتتعلق كده الله اعلم بيعلقوها فين ويعني لدرجة انت شايف تقزيم البلد وصل لحد فين مبارح قدام السيسي واحتفال وحققنا الرقم القياسي عملته ايه قالك عندنا اكبر مزرعة للبلح ما احنا عندنا فعلا اكبر انتاج للبلح في العالم قول لي استفدنا منه ايه عملت مصانع عملت خطوط تصدير عملت تغليف شفت الناس اللي شغالة في زراعة البلح عايزين ايه وفرت مبيدات لصوصة البلح وفرت مية للنخل اللي بيموت في الوادي الجديد او بيموت في اسوان او بيموت في الوحاة ابدا لكن عملت ايه خدت اللقطة وقلنا الحمد لله دخلنا موسوعة جنس في البلح بقد معبر جدا موسوعة جنس في البلح دي تقدر تقول بقى دخلنا موسوعة جنس للبلح باطول سارية عالم واكبر جامع واكبر كنيسة واكبر نجفة موجودة في اكبر جامع حيصلي فيه مواطنين بيشحتوا مش عارفين يأكلوا دخلنا موسوعة جنس للبلح باكبر شبكة كباري هنشحت كلنا تحت هذه الكباري عشان السادة اللي بيحكموا بلدنا مهوسين باكبر واطول واضخم واغلى واغلى حاجة في كل حد نشوفكم بكرا على خير إلى النقاط